اهلا وسهلا بكم عزيزينا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده هنقدم لكم موبايل مميز جدا من شركة شاومي. هو شاومي بوكو سي خامسة وستين. في الفيديو ده هقول لك كل حاجة عن الموبايل. هتعرف سعره. هتعرف مميزاته. هتعرف عيوبه. هتعرف كل حاجة عنه. مش هتخرج من الفيديو ده لو انت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل. تنسى نشمل لايك الجميل بتاعكم. وعمل اشتراك في القناة. وتفعيل زر الجرس عشان نوصلك كل جديد. يلا بنا نبدأ ونقول لبسم الله. اول حاجة هنتكلم عندي هنا عن التصميم. تصميم الموبايل كله جاي من البلاست سواء الضغر او الفريم. وزن الموبايل عندي هنا مية اتنين وتسعين جرام. فهتلاقي وزنه معاك خفيف في اليه. لو هنتكلم عن التصميم ككل فالتصميم هنا تصميم شيء جدا وموديش اي كلام عنه. اما لو هنتكلم عندي هنا عن الشاشة. فالشاشة عندي من نوع اي بي اس ال سي دي. الحجم بتاع الشاشة دي ستة اربعة وسبعين من مية بوصة. والدقة بتاعتها الف ستمية في سبعة وم دي بس. اما لو هنتكلم عن كسافة البيكسلات في الشاشة دي فانتين وستين بيكسل لكل بوص. الشاشة دي على طبقة حماية من نوع كورنين جوريلا جلس. وبتدعو معدل التحديث سعين هيرتز. الشاشة هنا كشاشة شاشة كويسة بس للأسف هي مش كلامي هنا على الفئة السعرية دي. الشاشة نوعا ما هي كويسة في الفئة السعرية دي. والسطوع بتاعها كويس. بيوصل للمعايل ستمية شمعة. يعني هتقدر تشوفها كويس تحت اشاتش. اما لو هنتكلم عندي هنا عن المعايلة فهو هو الهيليو جي خمسة وتمانية. المعالج ده معالج سموان النواة. دك التصنيع بتاعته. ناشر نانو متر. والمعالج الرسومي اللي موجود هنا هو المالي جي تنين وخمسين ام سيتو. المعالج هنا في الفئة السعرية دي هو معالج كويس وهيديك اداء كويس. وما تقلاش منك. وهيسد معاك سواء في الالعاب او في الاستخدام اليوم. لو هنتكلم عندي على الصفت وير في الموبايل ده او نظام التشغيل فهو اندرويد تلاتاشر مع وجهة شاومي الميو اي اربعة عشر. وده ا احدث حاجة موجودة حاليا في السوق. كان نظام تشغيل. الموبايل عندي هنا بيدعم تركيب شريحتين فور جي مع مكان مخصص لتركيب كارت ميموري يعني مش مضطر ان انت تشيل الشريحة التانية عشان تخطي كارت الميموري. لو هنتكلم عندي هنا على الكاميرات فهنبتدي بالكاميرا السيلفي فالكاميرا السيلفي عندي تمانية ميجابيكسل فتحة عدسة F2.0 وبتصور معك فيديوهات لحد الف وتمانين. اما بقى لو هنتكلم على الكاميرات الخلفية فهم تلك الكاميرات. الرئيسية عندي او الاساس هي خمسين ميجابيكسل فتحة عدسة F81.0 من عشرة. اما القاميرات التانية فهي اتنين ميجابيكسل ودي بتاعت الماكرو. ودي جاية فتحة عدسة F2.0 من عشرة. والقاميرات التالتة عندي تلاتة من عشرة ودي بتاعت العسل. القاميرات الخلفية هنا تدعم معي ال HDR والبانوراما وتصور معي فيديوهات لحد الف وتمانين. قاميرات هنا هتديني اداء نوعا ما كويس في الفئة السعرية دي. اما لو هنتكلم هنا على البطارية فالبطارية خمسة الاف ميلي امبير. وابتد مش شحن السريع تمنتاشر واط ودي حاجة قليلة اوي. والاكتر من كده بقى انه هو هيجب لك في العلبة شاحن عشرة واط بس. للأسف يعني. يعني مش كفاية تمنتاشر واط ان هي قليلة لأ هيجب لك هيجب لك في العلبة شاحن عشرة واط. ومش عارف ايه الحكمة من كده يعني. الموبايل هنا للأسف نفوز سماعات استيريو. منما في منفذ تلاتة ونصف ميلي بتاع السماعات. والناس عشاء الراديو في راديو اف ام. اما لو هنتكلم هنا على على الواي فاي فالواي فاي عندي واي فاي فايف. وده مش احدث حاجة طبعا. ولو هنتكلم عن البلوتوس فازدار البلوتوس هو خمسة والتلاتة من عشر. الموبايل هنا عندي نازل فيه بعض الاسواق في وفي بعض الاسواق مفقوش الموبايل عندي نازل هنا بتلات الوان هو الازرق والاسود والبنفسي. الموبايل عندي هنا تقريبا في كل المستشعرات. بس المستشعر التقارب عندي فبالتالي ممكن تقابلك في مشاكل مع اجراء المكالمات. الموبايل عندي هنا في بصمة على سرار الباور في فيس الوك. لو حبيت تشتري الموبايل ده هتلاقي ايه في العلبة بتاعته? هتلاقي الموبايل والشاحن اللي هو العشرة واط وسلك من نوع طايب سي وجراب للحماية ودبوس لاخراج الشرائح. الموبايل عندي نازل باصدارين. اصدار فيه المية تمانية وعشرين مساحة تخزين داخلية مع ستة جيجا ريم. وفيه اصدار تاني متين ستة وخمسين مساحة تخزين داخلية مع تمانية جيجا ريم. سعر الموبايل ده الاقل نسخة هو مية وعشرة دولار او ما يقابل الرقم ده بعمل البلدة. وانا شايف في السعر ده سعر كويس. كده احنا قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل. ما تنسلنش من اللايك الجميل. ودلوقتي هبتدي اقول لكم كل المميزات اجمعها لكم مع بعض. وكل العيوب وفي الاخر قرار الشراء هو قرارة. لو هنتكلق ما اقول حاجة عن العيوب فعند الموبايل زي ما قلنا مستشعر التقارب بتاعه. مش هاردوير. الشاحن اللي جاي في العلبة عشرة وط مش حتى التمنتاشر وط. الشاشة عندي هنا مش فول اتش دي. الموبايل مفوز سماعات استيريو. مفوز مستشعر ما بيص الموبايل ده. الشاشة عندي شاشة كبيرة. المعالجة يديك اداء كويس. كاميرات نوعا ما هتديك اداء كويس. بطارية كبيرة بالرغم من قدرة الشحن بتاعيتها القليلة. بس الخمس تلاف ميلي امبير هيزده معاك طول اليوم. عندي فيه مستشعر بصمة على زرار الباور. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل. ما اني يكون الفيديو عجبكم. تنسلنش من اللايك الجميل. والاشتراك معنا في القناة. وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.